بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الأول من الفصل الثالث لمقرر نظم التشغيل وفي الجزء ده يا جماعة إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن البروسيس العملية ويعني إيه كلمة عملية وهنبتدي برضو مع بعض نشوف العمليات والأوبريشنز بتاعتها وكمان هنشوف كمان إزاي بك إيه كل عملية ممكن تتصر بزميلتها العملية التانية طيب نبتدي مع بعض إن شاء الله نشوف أوتلاين كده يا جماعة يعني هنبتدي ونقول إن إحنا هنتكلم عن البروسيس العمليات والسيريدز وطبعا في آخر الجزء وفي آخر الشابتر ده إن شاء الله هنعرف يعني إيه كلمة سيريدز بالتفاصيل يعني جميل يبقى نبتدي نتكلم علي إيه يا جماعة على البروسيس في الجزء ده وإيه هه والسيريدز طيب في الأول نبتدي نتكلم على البروسيس العمليات طيب هناخد مع بعض ان شاء الله معنى كلمة بروسز يعني بروسز كونسبت وناخد مع بعض ان شاء الله البروسز اوبريشنز العملات اللي بتتم عليها زي الكريات ازاي انشاءها وترمينيت وانتهاءها وازاي بتعمل ويتنج بانتظار جميل وهناخد ان شاء الله مع بعض كاوبريتنج بروسزز العمليات المتعاونة مع بعضها ازاي بتشاركوا في الزاكرية يا جماعة وازاي كمان بيبعثوا رسال مع بعض وفي الآخر زي ما احنا اتفقنا هنتكلم عن السريدز جميل نبتدي مع بعض ونقول نظام التشغيل ده يا جماعة بيعمل ايه بينفذ عديد من البرامج خلي بالك ده مقدمة بسيطة جدا بيقولك ان نظام التشغيل ده خلي بالك بينفذ العديد من البرامج زي ايه زي انظمة الحزم بتنفذ عديد من الجبز من الوظائف وكمان ايه يا جماعة انت ممكن تقول انت لوحدك ايوا صحي كده الانظمة المتشاركة في الوقت صح برضو بتنفذ العديد من البرامج خلي بالك ده نحنا بنتكلم مقدمة بنقولك يعني ايه برامج ويعني ايه ها نظم تشغيل بتنفذ عديد من البرامج ليه لانحنا انا غرض هنقوله ده الوقت مش كده اه بنقول ان الباتش سيستمز برضو هتحتوي على عديد من البرامج او ايه الاجزاء من البرامج اللي هي بنقول عليها يا جماعة ايه الجوبز وايه كمان والتايم شيرد سيستمز برضو تحتوي على العديد من البرامج زي مثلا اليوزر برامج اليوزر وكمان والتسقاط والمهام اللي هي بتقوم بيها تمام وخلي بالك خلي بالك ايه هو ان كلمة جوب هي نفسها ساعات بنتكلم عليها ونطلق عليها كلمة بروسز عملية يعني كلمة جوب وبروسز انترشينجابولي يعني ايه انترشينجابولي يا جماعة يعني متدخلين وساعات بنقول جوب وساعات بنقول ايه بروسز تمام طيب نركز مع بعض اكتر ونقول ان البروسز العملية بقى نبدأ نتكلم عن العملية العملية بقولك ايه احنا خدناها قبل كده صح فعلا علي ان عملية هو برنامج تحت التنفيذ . عرفت إحنا ليه clot كليه قلنا برامج فوق . قلنا ليه الcreative system بنفز علي ضم البرامج وعشان نبدأ نتكلم نقولي بقى خلي بالك بقى ان虎 البيت الناصر وال delays التنفيذ elevator. كمم من قدا اتفقنا هو برنامج تحت التنفيذ . يعني حاجة التي تنفز . اجتم معلومة أكتف고 بس cenar , هاه صحي كده اجتم حاجة نشيطة , صح؟ اذا ممكن نقول ان البرنامج كائن نشط في المقابل ان البرنامج كائن خامل يعني لا يتحرك هو امتى يتحرك لما يتقسم العدد من البرنامج والبرنامج تعمل تحت التنفيذ فاكرين تحت التنفيذ يعني فين؟ اه طبعا فين ممكن تكون في الميموري تحت التنفيذ قاعدة مستنية في الميموري قبل حصل لها ابلودنج في الميموري تمام وممكن تكون عند السي بيو مش كده ايه صحيح معي؟ طيب خلي بالك بقى جماعة ان البروزز مفهومها بيجتمل على الكود على انها ممكن تكون كود والعمليات اللي ايه اللي داخل ايه يا جماعة داخل البروغرام كاونتر اللي هو البي سي زي ما احنا عارفين وايه هه وارجسترز وايه هه كل ديت هه ممكن نطلق عليها في الاخر كلمة ايه عمليات طيب بس خلي بالكو بقى البرنامج ممكن يحتوي على اكتر من عمليات يعني ممكن برنامج واحد يحتوي على عديد من العمليات مع بعض دي كده same program can produce more than one process معي يا جماعة جميل خلي بك من ملحوظة الصغره دي واحنا قلنا مع بعض ان الoperating system هيبدأ يلعب دور مهمة اوه يا شباب اه هيلعب ايه هو الدور مهم اللي هلعبه؟ هيبدأ ينظم العمليات دي بقى البروسيس بي واحد بي اثنين بي ثلاثة تخيل كده هنبدأ نولد عدد من البروسيس من بي واحد الى بي اند هيبدأ هو ينظمها بقى يبدأ ينظمها ازاي؟ هتتنفز ازاي؟ هتتنفز امتى؟ طيب وازاي هتدخله مع بعض ويروحوا يتشاركه في السي بي اوه؟ شايفين؟ اه وازاي هنحطهم في الزاكرة بعد كده يا جماعة؟ كل دوت جاي ان شاء الله قدام بس يخلي بالك الدور المهم اللي هيقوم به شوف مكتوب يا جماعة The operating system interleaps the execution of several processes بيعمل تدخل ما بين التنفيذ عدد من العمليات ليه؟ عشان maximize the processor utilization عشان يستغل البروسيسور استغلال امثل يستغل الوقت استغلال امثل خلي بالك يا جماعة البروسيسور ده راجل مش فاضي ده راجل شغال على طول عايزين يستغلوا استغلال امثل فبيعمل ايه؟ بيحاول يوفق الاوضاع ويحاول يدخل البروسيس عليه في اوقات مناسبة ومتدخلة عشان يستغل الوقت تمام؟ وخلي بالكو كمان يا جماعة ان نظام التشغيل برضو بيدعم الاتصال ما بين البروسيس والتانية inter-process communication والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته